وقال ان لجنة الحكام كانت بتدار بطريقة مش عجبية والحقيقة انا احترامت الرجل ده جدا وانا بحي كابتن سيف زهر الحقيقة على هذا اللقاء لانه كان الفترة اللي فاتت هذا الرجل كان بيراقب واضح من الكلام اللي بيقوله انه كان بيراقب وانه من الموسم القادم هو المسئول مسئولية كاملة عن ادارة لجنة الحكام وشؤون الحكام خصوصا في الدور الممتاز ودور المحترفين هتكلم بعد شوية عن دور المحترفين والتطورات الخاصة والردود الافعال على حلقة امبالح ولكن المهم يعني بيرا بيقول ان الحكام اللي تخطوا السن هيكونوا موجودين لادارة مباريات في دور المحترفين اللي هو القسم الثاني ألف لكن الدور الممتاز هيكون له مجموعة حكام مميزين هو شايف مجموعة حكام مميزين بيراقال او ملخص كلامه انه هيعمل زي اوروبا مجموعة حكام مميزة للدور الممتاز ومجموعة تانية مختلفة لدور القسم الثاني ومجموعة مختلفة للتالت والرابع يعني مجموعة بالعال الأفضل والأحسن والأميز هيبقى فيه الدور الممتاز ثم الأقل خبرة فالأقل خبرة في الدوريات التالت والرابع واللي بياخد خبرة بيعلى شوية زي الدور المحترفين احنا بنتكلم عليه ازاي الفرقة تصعد من التالت للممتاز نفس الكلام على الحكام ما ينفعش حكم بيحكم في القسم التالت او الرابع ويدير في الدور الممتاز هي دي نفس القصة بالمناسبة فالراجل بدايات كلامه عجباني جدا والحقيقة كان واضح وصريح في كلامه وانا بحييه مع ان انا كنت ضده للفترة اللي فاتت ولكن انا هو او مش ضده انا اسف ولكن انا كنت ضد اختفاء هذا الرجل اتضح اتضح ان هذا الرجل عنده فكرة بيحاول يطبقها بحيث ان هو قاعد بيعملش حاجة تفرج هنا فلان غلطان نص نص هنا ها 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 قعد يجمع 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 الغاتل ما قالك دي سلطة لانه كده الحقيقة انا بحيي هذا الرجل فيتور بريرا مرة اخرى على الكلام اللي قاله انا لسه ما شفت الشغل ولكن على الكلام اللي قاله لانه بهذا الكلام اكد كل تخوفات مجلس ادارة النادي الاهلي والحيانة الحاجة الوحيدة اللي كانت نقصة في حواره امبارح مع كابتن سيف زاهر كان نفسي يتكلم بشكل مفصل عن تقنية الفار واللي بيحصل فيه النقطة وصل الخط وصل الخط غلط والخط صح اصل الخط عامل كده اصل الخط ميل كده والافلام اللي احنا عمالين بنسبحها دي كان نفسي زي ما قال انه عنده الشجاعة يطلع ويتكلم ان الموسم القادم لما يكون فيه اخطاء وطبيعي هيكون فيه اخطاء يطلع يتكلم ويحلل الحالة ويقول يعني هو شاف ان فيه مباراة اهلي وزمالك مثلا فيها خطأ يطلع على الحالة يطلع على فيديو زي كلاتنبرج ويحلل الحالة ويقول الحاكم اللي بيغلط مش مهم العقوبة قد ما المهم انه يدي فرصة للحكام الواعدين والمتميزين ما كان اللي بيخطأ والموضوع ده مهم جدا وعايز اقف عن ده بس احب اقولك يا مستر بريرا ان لما كلاتنبرج عمل كده وقرر يبعد احد الحكام انا اسف ان انا انا ححكي لحضراتكو قصة انا عارفها وتأكدت منها من مصدر واثنين وثلاثة واربعة ومن الحكام نفسه او من الحكام نفسه في حكم تكررت اخطاءه فكلاتنبرج ايام كلاتنبرج فلما كلاتنبرج تدخل او كلاتنبرج شاف شغله شاف ان الحكم ده اخطأ في بعض قراراته خمس مرات وراء بعض عمله ايه هناك البعض تدخل في عمله وبسبب الواقعة دي وبسبب الهجوم المستمر عليه قرر ان هو يمشي طف شو يعني فياريت يا مستر بريرا تاخد بالك وارينا همتك ان شاء الله الموسم اللي جاي